الشارع الرياضي إلا عن أسباب رحيل كابتن سيد عبدالحافيز من النادي الأهلي عايز أحط أنوان عريض كده في البداية لو الأمر جاي أنا فاكر أن في حسابات مثلا أو أن أنا جاي أتكلم على أشخاص معينة وأتكلم بشكل معينة أعتقد أن أنا بلغي كل اللي كان بيحصل أو كل حياتي اللي فاتي دي أو كل كلامي وأقول حاجات أنا ما أعملهاش يعني فده عنوان من فترة أوليلا كنت موجود مسؤول في النادي الأهلي فبالتأكيد اللي كان ينفع أقوله وأنا مسؤول هو اللي هقوله دلوقتي واللي ما ينفعش أقوله وأنا مسؤول مش هقوله دلوقتي وفي حتة مفهوم بس مهمة أوي أن أنت عايز أكد على ثوابت الثوابت دي موجودة سواء أن كنت داخل النادي أو خارج من النادي عايز أكد على الثوابت دي وحيطة المسؤول مش مرتبطة أن أنت موجود في النادي ولا لا فبزوشا في النادي ولا لا انت مسؤول جوه النادي ولما تطلع برى النادي ودي مش مسألة امانة وبس دي حاجة مفروغ منها ماينفعش اللي كان ينفع يتقال او ماينفعش يتقال وانت موجود هتقوله النهار دا يعني ايه بس الناس ليه حق عليك الجماهير اللي لازم تعرف كابتن سيد عبد حفيز اللي قده زي ما التقريب يقول 13 سنة في النادي الاهلي في يوم وليه لا بتمشي لا الناس ليه حق تعرف بص لو انا كمان ليه حق عند الناس ماشي واعتقد ان اللي شفته اللي شفته حتى في الفترة اللي فات دي كان حاجة اكيد هقولها يعني في قصة الكامة وفي سياق الكلام يعني ممكن يبقى الناس ليه حق انها تعرف وممكن انا يبقى ليه حق وانا خدته تالت ومتالت سواء كنت موجود وانا موجود كمسؤول او حتى لما طلعت يعني حتى لما خرجت خدت حقي بشكل حلو جدا 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 ما كنتش يتخيله ابدا وفي مواقف لحد ما موت مش هنساه مع حد انا ما عرفوش خالص او الناس ما كنتش عرفها لكن بيوصلها حجم الشغل يعني لكن النادي الاهلي كمان له حق علي وله حق عند الجمهور يعني في حاجات مهمة جدا لازم تبقى فيها ثوابت الثوابت دي لازم نأكد عليها سواء كنت موجود او مش موجود طيب نخدها النادي الاهلي اعلى تمام اكيد طبعا وده حاجة تحترم ومش غريب عليك لكن خلينا واحدة واحدة كيف تم ابلاغك برحيلك كيف تم ابلاغي برحيلي ويعني ده كان قرار لجنة التخطيط واتبلغت في يوم الجمعة كانت أربعة تمانية بعد مباراة المصري كانت آخر مباراة وده قرار مفوش مشكلة خالص في أي حاجة جلسة او لا تليفون لا لا جلسة جلسة لجنة الكرة لجنة التخطيط لجنة التخطيط كابتن حسام غالي وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا نصف مين أول واحد بلغك هو كابتن خطيط قالك إيه لا من خير ما أقول بها لا مش قصدي يعني انت متخيل لا مش قصدي انت متخيل ان انا هسرد لك طب بصيلة قالت رحنا وجينا قال إيه وقلت إيه وانا رضيت إيه يعني قالك خلاص انت كابتن سيد قدت مهن بص الإمام الشفعي الإمام الشفعي تسمع عنه أطبع الإمام الشفعي لخص ده في بيت جميل أول أنا عندي فلسفة في حياتي كده بمشي بها شوية يعني لو حاجة أو مقولة أو حكمة أو بيت شعر معني ما يبانش علي خالص يعني لكن لو بيت شعر عجبني بعيش في شوية تخيل حل أه والله إمام الشفعي بيقول إيه بيقول لا خير لا خير في صديق يخونه أو في خليل يخونه خلاه ويلقاه بعد المودة بالجفة ويظهري سرا أو يظهري سرا كان بالأمس قد خفى بص يا سيدي طبعا الأستاذ إبراهيم بزكاء جاب لكم أكبر قدر من مقدمة اللقاء عشان فيه أكتر من دارس نقدر نعلق عليه مع بعض دون أن احنا نعد إيه نقطع ونعمل أول حاجة عجبتني إن أكد سيد أنه إذا لم يتمسك بقيم متقاليد النادي الأهلي يبقى عمره اللي فادة كله أجذوبة هنا الصدق مع النفس إنك تبقى النموذج اللي أنت عادت طول عمرك تقول إيه تعلمت في الآله كذا تعلمت في الآله كذا وماشي عن مهن هك ده لإنك أنت كنت بيتدير نجوم كبار من المنظور ده من الثقافة دي فما تتناقضش تاني درس قال له إذا كنت فكر أن أنا جاي صفح حسابات فأنا بقولك اللي ما ينفعش أقوله وأنا مسؤول مش هقوله وأنا بره المسؤولية وعايز أقولك حاجة تانية ما فيش حاجة اسمها مين يبعد عن نادي الأهل محدش بيبعد عن نادي الأهل حقيقة هو بيبعد عن مراكز معينة لكن النادي الأهلي يسكننا جميعا معنى الكلام يعني استاشت طبعا في الآخر لما ألاحق عليه طب مين مشاكوا مين مشاكشوا عايزوا يخبر ويخلق نقطة سخنة وممكن يستدعي بقى على تليفونات والجمهور يتدخل فوقفوا قالوا إمام الشافعي بيقولك ورخي رفي خلين يخونه خليله ومش عارف إيه معنى كده إيه معنى كده أنت مالكش دعوة إيه اللي حصل مالكش دعوة أنا مين بلغني وإزاي أنا مبسوط طبعا مش مبسوط إن أنا مشيت وكانت ممكن زع لي وقال لي شوية لو عرفت قبلها مش في الجالسة كان واضح جدا لكن هذا ليس معناه إن أنا لا مختلف ولا محؤون ولا طلع صفح سبات لإن النادي الأهلي باختصار شديد جدا لعق على سيد وعلى جماهير النادي الأهلي اللي هي إيه قال أهلي فوق الجميع في لحظة ما إذا لم تتمسك بشه الشعار ويحكمك تهرب منك الأهلي فوق الجميع جميع مين جميع كل المنتمين إليه بما فيهم الجماهير فأحيانا ممكن جماهير كتيره تبقى بتقول نقطة من وجهة نظرة شوية فات صح لكن إصارتها يضر نادي الأهلي بلاش الكابتن السيد طالع زعلان ممكن جدا يغازل الجميع كنت أتمنى وأتمنى وأتمنى فيكسب شعبية أكتر ويكسب تعطف أكتر ولكن هو كده بالصدق اللي قدمه أزعم إن الكابتن السيد يتحط في حتة تانية كمان خالص بالنسبة لجماهير الأهلي وأصبح في مكانة وأنا مويب سأله قال له كابتن عدل القاعب يقول إن مدير الكورة صغرت عليك أنا ساعة أتكلم كلام برضو أنا أنا بني وبنيك أنا اللي بيجيبه لنفسي آه والله لإن الناس بتاخدوا بالشكل الحرفي عشان تروح موديع في حتة هو منصب مدير الكورة قال له لا منصب مدير الكورة طبعا ده كان الكابتن طارق سليم والكابتن حسن حمدي وقبل كده مش في الكورة ما قال لهاش بس الكابتن صالح سليم مفيش منصب صغير في النادي الأهلي على أي حد لكن أنا قلت الكابتن سيد كبر يعني كبر إيه كخبرات أقدر أستفيد منه بشكل أشمل في مواقع صاحبة قرار أشمل وأكبر مش معنى كده وهنا أنا لو أنا مقتنع فيه يعني خلاص كفاء كده وده صغر مش صغر علا بالمعنى المكاني أو معنى الحرفي خبراتي تسمح لي أخدم بشكل أهم أضيف أكتر من مكان أجهر أنا بقى أخد ننى عشان أنا مروحش للحد أنا كنت عدو مالجس إدارة قبلها كنت مدير نشاط رياضي سيبت النشاط الرياضي أيام الكابتن عبدو صالح الوحش وكنت مع الرحمة الله جميع مع الأستاذ كمال حافظ وقلت للكابتن الوحش هذا الكلام أنا بستقيل عشان أبقى متحرر لأينا حد عم الكابتن الأستاذ كمال حافظ مش عشان حاجة لأينا الراجل ده ما عندوش فرصة غير الفرصة دي والعمر المديد لحضرتك الجايات أكتر قال لأنا خدت قرار جي بعد كده المدرب أحد المدربين العظماء شخصية كبيرة زي كابتن خليزكي بقى هو مدير النشاط الرياضي بعد ما اتقلت طلبني إن أنا أمسك الاندبو كابتن الوحش قال لي هتقبل قلت له طبعا هقبل قال لي يعني مش هتقول لي بقى أنا كنت مدير النشاط وهو مدرب قلت له يا كابتن إذا الأهلي محتاج دي حقبل مش هيديني صلاحياتي قال لي قلت لي ده اللي أنا عايزه يديني مطلق الحرية عشان أقدر أعمل لك فريق كويس واشتغلت من الحتة دي وعملنا فريق التسعينات الجبار طيب بعد كده مدير نادي الجزيرة لما قالوا لي تيجي تمسك إدارة التسويق أنا كنت مدير عامل نادي الآلي وعيدوا مجلس إدارة إدارة جوه النادي قد كده في قضة عم جمعة تحت المدرك بنشئ حاجة ما أناش عارف مش عارف إيه هي ساعتها ما فيش مرجعية حتى المؤسس محمود طاري يقول لي فينش جوب ديسكريبشن قلت له أنتو كان مفروض يعملوه بس أنا هعمله وعملنا إدارة التسويق وعملنا الشركات اللي كانت الهدف من هذه الإدارة هل أنا قلت أنا كنت يعود مجلس إدارة هزي أعود هنا ولا أنا إزاي لأ لأن النادي احتاجني حتى لو في حاجة لسه هلمية مش باينة بالضبط ما تيجي نحاول عشان نخدم الآله فاللي بتطبعه لنا نفسي مش حاجة أنكره على حد يا أستاذ إبراهيم هنا اكتزائي المعاني عشان مهيب ما تفهمش قصد إيه من السؤال فسأله بس الكابتن سيد برضو لأنه سريع البديع رجل قاله وكان يؤفد يقول عني حاجة كويس قاله ده عايز يجي مني وعايز يكبرني وعايز يقول عليها حاجة طيبة يعني التعبير جي كده طيب يا جماعة كلام الكابتن سيد عب حفيزه وتأكيد المهندس عدلي ممكن تاخد منه المبدأ نفسه إنه محدش أكبر أو حق الأهل على جماهيره أكبر لما مهيب يقول له حق الجماهير إنك تقول لهم أنت مشيت ليه قاله بس حق الأهل على الجماهير وعليه أكبر لو كان يصاري هذا الموضوع يدور إن أنا أحافظ على صورة الأهل والجمهور اللي من حقه يعرف أكيد حق الأهل عليه إنه صورة الأهل تصان وقيمة الأهل تفضل محترمة هي دي المسئولية وعشان كده كتير من زماية لكابتن سيد اللي أكبر منه سنا ومنهم ناس دربوها على فكرة وهو ناشئ يطلعوا يقول لك إحنا تربنا في الأهل وبعد كده تسمع منهم أسوأ الكلام في حق الأهل إحنا شربنا مش عارف في النادي الأهل إحنا كلنا وشربنا إحنا كنا بالنام إحنا الأهل صحب فضل علينا وبعد إن دول تسمع أسوأ الكلام هنا محدش حطوا صورة الأهل وراع قيمة الأهل دا كلام سيد اللي هو لازم أن يكون مبدأ كل اللعيبة القدامة وكل المنتسبين بتوع الأهل دا نموذة دا أستاذ براهيم دا نموذة وكويس أو أن دا بيقوله هو برا منظومة العمل لأنه متحرر من العلاقة فأنه هو يصون القيمة ويحافظ على تقاليد النادي ونظام النادي مهما كان زعلاه مهما بلغ زعله ومهما كان شايف أن الجمهور من حقه يعرف قاله بس الأهل حقه على الجمهور أكتر ولذلك الجمهور دا حق الأهل عنده أكبر لأنه حامي حمى النادي الأهل هو جمهوره طول ما الجمهور بهذا الوعي وهذه الغيرة وهذا الحرص على النادي وقمته وصرته هيفضل الأهل لنموذة مختلف أقول لك حاجة تانية من ضمن الحاجات يعني أنا كنت جاي عشان نحاول الإدارة إلى شركة فعملنا وربنا وفقنا وأطلقنا شركة الأهل إنتاج الإعلامي والتسويق والتسويق تحط فيها التسويق وأنا كان القرار أن تدمج بعد ما تقمد الإدارة يبقى فيه شركة تدمج الإدارة في الشركة بكل الحقوق بتاعت الإدارة عشان تشتغل بقى في التسويق الرياضي وصدر قرار مجلس إدارة وتم تعييني أو نقلي أو دمج الإدارة في شركة الأهل إنتاج الإعلامي وبعدين بعدها بيومين ثلاثة عزمنا في بيت الكابتن محرم الراغم ربنا يشفيه وعافيه ربنا يديله الصحة يا جماعة دعوله دعوتكم لكابتن محرم الراغم واحد من رموز الأهل الكبار والأعطوه طويلا يعني ربنا يمن عليهم الشيفة إن شاء الله رايحة أبل طبق لقيت محمود بجنيد رحمة الله عليم بيقول لكابتن حسن حمدي بس كده عدلي حيزعل فروح تراجع وتقول له ايه بتمخخ في ايه فدحك قال لي لا أصلحنا كنا خدنا قرار بإدماج الإدارة في الشركة بس في وضع عشان الضرائب مش عارف ايه عايزين نستنى شوية وبتاع فأنا مع اللقطش كابتن حسن قال لي بكرة عايز أعود معك قعد معاي قال لي بص احنا قررنا نتستمر زي ما انت وحناخد جزء بالحقوق تروح للأهل الانتاج الإعلامي لإننا حنعين نادر السيد قلت له انتو أخذين قرار مجلس إدارة كابتن وانا جاي من ناد الجزيرة على عشان هعمل كده ويبقى دين النتيجة قال لي احنا دلوقتي في اللحظة دي احنا شايفين كده حتى لزم قالوا لي عدلي حيزعل قلت له سبولي عدلي قلت له ما انت ضامن ان عدلي مش هعمل مش ممكن اعمل مشكلة اعمل مشكلة للأهل قد أكون أنا في النهاية اللي غلطان ما أنا ده تصوري هم المجلس إدارة شافوا كده جاي كابتن نادر اللي بيقول لك فواتم أنا نادمان اخو ده زي المكانة ويقعد 14 وما يكملش فأنا عايز أقول لك حاجة هنا بقى هناك كلام عشان بنقول يصغر ويكبر وبتاع لا طالما انك قادر تخدم النادي الآلي فأنت تقوم بعمل عظيم ولكن اذا كانت خبراتك تسمح لك انك من منظور في مستوى إداري أعلى انك تخدم بوشكل أحسن هذا ما أقصده ان سيد أسمح في مكانة ناضجة ككادر مستقبل يقدر يعمل حاجة أكبر يضيف أوسع طيب المهندس عدلي ما كانش زعلان من الكابتن حسن حمدي وهو بيقول له على اختيار آخر هل الكابتن سيد عب حفيز زعل من كابتن محمود الخطيب وهو بياخد قرار في لجنة التخطيط بشأنه وإيه شكل العلاقة اللي بيانا